قال محافظ المينيا وسام القادي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ضمن أعمال مبادرة رياسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية يستال بمركز سمالوت يومي الثاني عشر والثالث عشر من يناير الجاري وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين تم توقيع الكشف الطبي على 1842 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان